موسيقى يعطيكم العافية أنا سيف حمدان من فريق الكسيت إن شاء الله اليوم هننزل مع بعض Compiler Java و IDE Clips المطلوب معنا بالمادة بالبداية أول شي بدنا ننزل Compiler JTA Java هنعطيكم لينكات في description هسا هون في عنا أكثر من لينك حسب الoperating system أنا عندي ويندوز فراح أروح أضغط آخر لينك بغطي أكسب توبك بس download هسا هون هيطلب نعمل login حتى ننزل حتى ننزل الجابا هون بس إذا ما عندك أكاونت تعمل أكاونت جديد بس أنا هسا عندي فراح أعمل login بس تعمل login هينزل على طول تمام بس يخلص بنكبس على الرابط أو link بغطي yes هون ما بلعب أي إشي بخليز ما هو بستنى لا يخلص هون أعطاني message بس بغطي ok ما بلعب أي إشي هون خلصت نحميل بس بغطي close ولنتأكد إنه نازل عنا على جهازنا منيح ممكن نروح على command line بكتب هون java شحطة virgin وهون أعطاني version 1.8 اللي إحنا نزلنا وضرور يكون من النسخة هاي القديمة موجودة عنا في الجامعة لأنه في نهاية المادة هتأخذوا موضوع بالغرافيكس وهي package شوي قديمة وهاي package ما بتكون موجودة على الـ versions القديمة من الجابا لأنه نحثفت من الـ versions الحديثي فضروا إنه يكون من مزدلين هالـ version بعد ما نخلص بدنا نروح على ننزل الـ eclipse eclipse تنزيله كي سهل بس بكتب eclipse download eclipse بروح على أول لنك رح ننسى الآخر version مش رح تفرق كثير بكتب download و بس نحن يخلص بس خلص تنزيل بس عليها هس هون في أكثر من خيار حسب اللغة اللي انت بدك إياها وحسب الـ environment احنا هنروح على أول واحدة هون في شغلة مهمة هس هكونا نحن نزلنا آخر version من eclipse فهو ما بيتعرف على الـ version بعد 11 تمام ولو نروح هون ما بدكنا نختار الـ version القديمة لازم ينزل الـ version الحديثة وخليها كـ default لكن بس نجي نعمل بـ java project هوجيكم كيف ممكن تعمل الـ switch بينهم الاتنين تمام فبنخليه على هذا الـ version نحطه هون و الـ installation for them نخليه زي ما هو اللي انت حاب تغيره وبنعمل install هس هون ما في أي شي بس بنستنى لا يخلص تحميل هون بس انه lines is ultra-ish فبس تعمل accept وبنتستنى لا يخلص تحميل تمام هس هون نخلص ننزيل بنكبس launch هون بسألني وين هخزن المشاريع اللي هعملها في المستقبل هسه هو بـ default بحطه على هذا الـ location إذا انتو حابين تغيروا ممكن تغيروا وما بدكم بس أنا هخليه على default تمام هيك احنا بكون خلصنا تنزيل Eclipse لتأكد انه احنا اشتغلنا منيح بنعمل create tower project هنسميها سميتها test هون زي ما حكيت لقوم قبل شوي نختار أنه version هنشتغل احنا هسه عنا نسختين نزلناهم هي 17 و 1.8 احنا هاي المادة هنزل هنعتمد 1.8 عشان موضوع اللي هتاخدوها في نهاية الفصل فبنختار هاي لكن إذا انتو حبيتوا تغيروا الـ project أو تغيروا الـ version كل عليكم ما تشتغلوا الـ new project عن طريق هاي select تختاروا الـ version اللي بتكوية تمام؟ بعمل finish خلونا نجرب إذا كل الشغال تمام خانسة مني main ونكبر شوي خط ونجرب كود هيك بسيط بس بيطبعها الـ word نجرب إذا هو شغال أو لا نعمل run نقلس اوكي وهيك بكون نشتغل تمام؟ احنا هيك بكون خلصنا تنزيل الجاب على جهازنا وشغلناهم مع بعض ان شاء الله يكون سهل ويعطيكم العافية